ابنهم الشاب ذات الخمسة وثلاثين عام عبدالله حسن يوسف الحقيقة يعني ربنا ما يحكم على حد كلمكم بقى كده من قلبي لقلبكم ربنا ما يحكم على حد اول وطالق من حسن يوسف على سبب غرق ابنه في البحر خرجت ناريمان حسن يوسف عن صمتها بعد ايام من وفاة شقيقة الاصغر عبدالله غرقا في احدى القرى السياحية بالساحل الشمالية ونشرت ابنة حسن يوسف فقرة من احدى مؤلفات الكاتبة الارلندية جون افدين وصور لشقيقة عبدالله في صغره وعلقت ناريمان حسن يوسف على الصور عبر انستجرام قائلتنا بينما كنت انام لتعبر عن لحظة استقبالها لخبر وفاة شقيقها في منتصف الليل يوم الثلاثين من يولو الماضي وصدم حسن يوسف الحاضرين في جنازة ابنة حيث قال ابن كان بيدخل سبعات سباحة في النيل وفي الاخر غرأ في مترين وحرصت الفنانة لبلبة على موسى نادة زوجها السابق الفنانة حسن يوسف بعدما فقد ابنه عبدالله الذي توفي غرقا في الساحل الشمالية وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حضور جنازة عبدالله حسن يوسف نجل الفنانة حسن يوسف والسيدة شمس البارود بمسجد الشرطة بالشيخ زايد شاهد بيان عاجل من أسرة حسن يوسف لتفسير سبب غرق ابنه في البحر حرصت الفنانة شمس البارود على الدعا لنجلها عبدالله حسن يوسف ويعتبر ذلك في أول تعليق منها بعد وفاة نجلها الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاث من يوليو الماضي وكتبت شمس البارود عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة روح قلبي مهجة روحي في حضني أرحم الراحمين أسأله أن يكرمه ويسعده ويفرح قلبه بكل ما حرم منه من در الابتلاء أسأله سبحانه أن يسكنه على جينا الخلد مع الصدقين والشهداء الصالحين وأضافته وأن يزوجه من الحر العين فأنت تعلم يا الله أنه يستحقها الطيب الحنون الكريم الزاهد صاحب البصير الثاقبة من طفولته وكأنه سبحانه كان يعده لهذا اللقاء ما هي الحقيقة؟ ما هو سبب وفاة عبد الله بن حسن يوسف؟ وجه المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف رسالة شكر للفنان شرفزكي نقب المهن التمثلية بعدما ساعد عائلته في محنتهم الأخيرة وهي وفاة عبد الله ناجل شقيقه حسن يوسف وكتب المنتج محمد يوسف منشوراً عبر حسابي على فيسبوك شهادة حق في حق الدكتور أشرفزكي نقيب الممثلين أصحبة بشكر واجب متأخر بعض الشياء تعرفت على أشرفزكي كممثل في بعض الأعمال التي عملنا فيها معنا قبل أن يكون نقيباً للممثلين ولما أكن أعرف قدره حينما كان يجب ثم أعرفت قدره كما يجب في موقفين مع عسرتي بعدما أصبح نقيباً للممثلين والحقيقة أنه أبهرني بأدايه وإخلاصه وتفانيه في أداي مهمته التطوعية فهو بحق نموذج مشارف لكل من يتصدى للعمل العام التطوعي ويزدار هل تم قتل ابن حسن يوسف في البحر أم لا؟ أثارت شماتة الفنان الإخواني وجد العربي في وفاة نجل الفنان حسن يوسف استيان كبير من الجميع بسبب تعليقه غير الأخلاقي على خبر وفاة عبدالله نجل الفنان الكبير حسن يوسف والفنان المعتزل شمس البارودي الذي توفي غرقاً قبل أيام بأحد القرى بالساحر الشمالية الإخواني وجد العربي وفقاً للقانون المصري وجهه تهمة خطيرة لتحريده على الوطن من خارج والانتماء لجماعة الإخوان الإنهابية وعدعوات للتحريد على العنف ونشر الفوضى تنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرية على يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو بسلامة أراضيها ومادة 77 يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وفي كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها شاهد محمد هينيدي وادونيا سمرغانا في عزي بن حسن يوسف وشمس البارودي خيم الحزن على الوسط الفني عامة والفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي خاصة بعد وفاة ابنهم الأصغر عبد الله ذلك الخبر الصعب الذي كسر قلبه وشمس زوجته وقالت وظائف جسمه الحيوية متوقفة ولذلك وفقاً لما ظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل منذ ساعات ورزق حسن يوسف أربعة أولاده من ريمان ومحمود وعمر وعبد الله من زوجته شمس البارودي وكشف الفنان حسن يوسف تفاصيلاً واصراً عن وفاة الفنانة سعاد حسن قالنا سعاد حسن مأتولة وليست منتحيرة وقال حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن المذاعى لقناة الحدث اليوم من يلقي بنفسه من بلاكونة يكون حوله دماء لكن سعاد حسن لم يكن حولها نقطة دماء واحدة وأضاف حسن يوسف سعاد حسن لم يكن حولها أي نقطة دم وهذا يعني أنها قتلت نفسها أو هناك من قتلها قبل إلقائها من الشباك بعد وفاته غرقاً معلومات عن عبد الله حسن يوسف توفي عبد الله حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف والفنان المعتزل شمس البرودي أمس إثر تعرض للغرق في قرية بدرب الساحل الشمالية وأن استعرض لكم في هذا الفيديو معلومات عن عبد الله حسن يوسف يعد عبد الله حسن يوسف أصغر أبناء الفنان حسن يوسف والفنان شمس البرودي لدى عبد الله حسن يوسف ثلاثة شقاهم عمر حسن يوسف محمود حسن يوسف نريمان حسن يوسف وكان عبد الله حسن يوسف بعيداً عن الأضواء والوسط الفنية كما أنه لم يظهر إعلامياً وكذلك الأمر بالنسبة لشقيقه محمود حسن وشقيقته نريمان فيما يعد عمر حسن يوسف الواحد الذي يسار على نهج والديه بعكس شقيقه نريمان ومحمود حيث التحق بالمجهل الفني ودخل عالم التمثيل وشارك في مجموعة من الأعمال ويبلغ عبد الله حسن يوسف من العمر خمسة وثلاثين عام إذ أنه من موليد ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين درس عبد الله حسن يوسف الطيران في أوكرانيا كما أنه حاصر على بكالوريس إعلام من جامعة بيروت وحرص المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف على نعي عبد الله أصغر أبن شقيقه إذ كتب عبر حسابه على فيسبوك لا حول لا قوة إلا بالله إنا لله وإنا ليه رجعون توفي أمس عبد الله حسن يوسف أصغر أبناء شقيق الأكبر تغمضه الله بواسع رحمته نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة أول تعليق من عاد الإمام بعد وفاة نجل الفنان حسن يوسف وابن شمس البارودي بحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبد الله حسن يوسف إرثرى تعرض للغرق في البحر وأكد لطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه أنه قد فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى كما أكدت التقارير الطبية من مستشفى العالمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المهر أتيه هذا ما تسبب في وفاته والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب وفاة نجل الفنان حسن يوسف؟ لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرسة لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة